اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دايما 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 في الامر بسم الله الرحمن الرحيم برحب مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة برنامجكم الكرة والجماهير اكيد النهاردة حلقة ساخنة جدا كالعادة خصوصا الحلقة لما بيبقى الصندوق الاسود معانا الجميع بينتظرها بيشوف ايه اللي بتقال في الاعلام وهل الكلام اللي موجود على ارض الواقع فيه كلام من الكلام المزبوط الكلام المتازن كل ده حنشوفه مع حضراتكو في الجزء التاني من الحلقة لكن اسمحوا لي في البداية بنتطمن على فريق كرة القدم تدريب النهاردة كان العصر في حالة من التركيز الشديدة جدا خصوصا بعد الفوز على نادي الاسماعيلي بتقفل الصفحة كالعادة وهو ده النادي الاهلي عندك مباراة مهمة جدا امام الداخلية يوم الجمعة ان شاء الله اللعيبة بتتنافس بشكل قوي جدا عشان حضراتكو عارفين كان فيه غيابات وغيابات مؤسرة جدا لكن كابتن حسام للامانة معاه وفرة عددية كبيرة فبيبع عنده حلول خصوصا بعد اللعيبة اللي اخدت فرص تقلقت بشكل لافت جدا زي ما تكلمنا مبارح ايمان اشرف صبري رحيل عمر السلية مستوى ولا اروع بكماني اللعب الجنوب افريكي كل ده اتكلمنا مع حضراتكو فيه فمن هنا الكابتن حسام بقى عنده قاعدة الاختيار اوسع واظبر نادي الاهلي عنده مباراة امام الداخلية في الاسبوع العاشر ده فيه حالة من التركيز زي ما قلت حضراتكو من شوية فيه اللي انت بتركز على السلاس نقاط عشان الاهلي يروح لمكانته الطبعية ومكانت المكانة الطبعية لانت تبقى في المركز الاول احنا طمعين طول الوقت النادي الاهلي مش مهم مين يلعب كالعادة المهم الاهلي يكسب وخلينا نروح سريعا لمراسل قناة النادي الاهلي زميلي كريم احمد برحب بك كريم لحياتي ليك كالتشادي اهلا بيك واهلا بكل السادة مشاهدين طميننا طميننا على الحالة الفنية والمعنوية للفريق التشكيل الاختيارات مين مصاب كل ده عايزين نعرفه منك بفضل في البداية طبعا اكيد بنتمنى كل التوفيق للاهلي النادي الاهلي بيقدم مباراة رائعة ادان ونتيجة واخرة طبعا مباراة الاسماعيل اللي ظهر فيها بشكل رائع جدا واكيد بنتمنى له التوفيق في المباراة الداخلية العودة العودة طبعا على الاستاذ القائرة ده حاجة من حاجات الرائعة جدا الاسعادة الكابتن حسام البادر وكابتن سهد الحبيز وكل اللي عجيل انت عارف كبش طبعا اللعب على الاستاذ القائرة ده ليه طبع خاص وكننا بتمنى تكون المباراة السابقة بداية للنادي الأهل على الاستاذ القائرة لكن اكيد تكون انطلاقة جيدة للنادي الأهل في المباراة وامام الداخلية يوم الجمعة ان شاء الله نادي الأهل انقاردة بدأ تدريبه في الساعة الربيع عصرا كالعادة لكن قبل المران كان فيه محاضرة فنية من الكابتن حسام البادري داخل غرف خلع الملابس كان فيها طبعا محاضرة فيديو وبعد نقاط القوة وضعف الطريق الداخلية الطريقة للنادي الأهل هيحاول ان هو يقدي بها في هذه المباراة وبدأ المران انقعدته بفقرة بدنية تحت شراف الكابتن أنيس شعلالي مخطط الأحمال لكن انقصم يمكن كل اللعيبة اللي شاركت في المباراة كل اللعيبة الأستاذية اللي شاركت في المباراة ما شاركتش فيها تدريبات البدنية كاملة كان لهم تدريب خاص استشفائي خوفا طبعا من الإرهاق أو يكون فيه أي إصابات الأمور رائع جدا بالنسبة لكابتن حسين البدري بيحاول ان هو يحط كل اللعيبة في إطار مماهد طبعا ان هم يشاركوا في المباراة عندنا إصابات كابتن حسين بيستعين ده ما شفنا بحسين استعين بصبر الرحيل كل اللعيبة ويتأدي أداء رائعة كمان في تأسيمة كانت في آخر المران أداء بشكل رائع جدا كل اللعيبة وكانت أكيد وتحذير كبير من كابتن حسين البدري على عدم الدخول وعدم الاحتكاك الحماس والروح الشديدة جدا اللي احنا شايفنا اللي هي تأثير على اللعبين فيه كدمات سبب فيه حاجات قوية جدا في المران بيحاول ان هو يستثناء الكابتن حسين وده يدل ان فيه تركيز كبير جدا من كل اللعبين الحاجة المميزة ان هو بيعود من جديد محمد نجيب وحسين السيد للتدريبات الجماعية بعد غيابهم طبعا خلال الأيام الماضية والمباراة الماضية الحمد يجيب طبعا ألام الحد كاست بفترة اللي فات كان بيعاني منها في شكل كبير لكن نهاردة شارك في التدريب الجماعي حسين السيد بيعود كمان للتدريب الجماعي الغياب المستمر لي علي معلول والشام محمد عايزة روح للشام محمد طبعا اكدنا النهاردة من تدريب النادي الان هو في ثلال عشر أيام أو 12 يوم إن شاء الله يكون متواجد في التدريبات الجماعية هو عنده جزع قوي جدا في الكاحل الناس قالت هيعد ثلاث أسابيع أو فيه أخبار قالت أنه يعد ثلاث أسابيع لكن هو إن شاء الله بخلال عشر أيام يكون متواجد علي معلول النهاردة بعض التدريبات كانت في الجيم تحت إشراف طريق عبد العيزة خصائي التأهيل الوحيد النهاردة اللي كان بيتضرب منفرد أحمد حمدي النهاردة كان بيتضرب منفرد بعض الجاري كانت جراءات بسيطة جدا النهاردة حوالين الملعب من الجاري وبعض الجراءات التدريبية الخفيفة لكن تدريبات الكرة لسه مظهرش فيها أو مدخلش فيها في شكل كبير يمكن الفترة اللي جاية أو خلال بعد المبارس إن شاء الله الداخلية يبدأ كل العيبة المصابة أنها تعود هذا إن شاء الله كابتن شادي ثلاثة ونصف يكون المران الأخير لفريق النادي الآلي يعني ملعب مختار من بعدها يكون معسكر مغلق يبدأ للنادي الآلي استعدادنا لمبارسة الداخلية طيب عايزة أسألك كده بعض الأسئلة المفروض الناس الأهلوية كلهم بيسألوا عليها في كلام كتير جدا شريف إكرام كابتن حسام البدري بيلعبوش مش عاف صالح جمعة في إيه دخلنا في التفاصيل اللي هي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا والناس بيوقع فيه لغة وفي البعض يوقع مش عارف حاجة الحقيقة فيه الحقيقة طبعا يمكن الهجوم على شريف طبعا وبعض المقولة اللي ذات النهاردة وبعض المنشطات الصحفية اللي فيها يمكن نهيانا الشخص شريف إكرامي دي يعني بتزعج وأكيد يمكن شريف مش من الناس اللي بتتكلم في الميديا كتير أو السوشيال ميديا كتير لكن تأكيدا ان كابتن حسام البدري ما تفقل قال يعني شريف إكرامي ان هو ليه الباتت أنا بصق فيه بشكل كبير جدا هو حارس مميز جدا لكن لابد يكون فيه حارس مؤهل وحارس بديل وهي دي الفرصة يعني الشناوي ما خد الفرصة ظهر بشكل رائع وده اللي بيعود بشكل كبير على النادي الأهلي وعلى الجهاز الثاني وده اللي بيسعليه يعني طبعا أكيد ببعض الأخبار بعض تهويل كابتن شادي لكن شريف تتدرب منفرد يوم الثلاثة لوحده بغض النظر أنا كان فيه راحة رجل تدرب صباحا النهاردة كان بيشارك بشكل قوي يكون متواجد في القائمة لعب أو ملعبش شريف صرح بكده وقال أنا موجود متواجد سواء لعب أو ملعبش لكن طبعا الأقويل أو بعض الأخبار اللي بتكتب طبعا دي اللي بتحاول أنها تزعز على الاستقرار والنتيجة اللي ماشي جاء النادي الأهلي صالح جمعة برضو كابتن حسامي أتكلم عليه قال صالح مش جاهز بدنيا عنده بعض البصور البدنية وهو أتكلم معاه مجرد أن صالح يبقى جاهز وفي احتياج لي أن يكون متواجد يكون متواجد أحمد حمدي كان أجاد جدا الفترة اللي فاتت بشكل جدير جدا في التدريبات فاخد فرصة أنه يبقى متواجد فأكيد إن كان نجاز الثاني ونادي الأهلي تصل الموضوع ده خالص بالنسبة اللي عمين أن هما يركزوا المحافظة على طولة الدور العام للمسامة الثانية على التوالي ويبدأ زي ما بقولك إن شاء الله بمباراة الدخلية على أستاذ القاهرة ودي الحاجة اللي بقولك أنه تساعد بشكل كبير جدا كل العلس النادي الأهلي العودة من جديد على أستاذ القاهرة كتساعد كريم حابب تضيف أي حاجة تانية لا يمكن دي كانت أهم أوجه وكواليس النهاردة تدريب النادي الأهلي التدريب بكرة الساعة كام إن شاء الله بكرة إن شاء الله ساعة ثلاثة ونص بعد التدريب إن شاء الله كنت مع أسكر مقلك للنادي الأهلي استعدادنا لمجارة الأهلي والدخلية زميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي كريم بشكرك شكرا جزيلا دايما بنحاول نطمنكم في البداية على الفريق والأمور ماشية زي أكيد عندنا كمان طول الوقت ثقة في كابتن حسام البدري وكل اللاعبين اللي بيلبس فنلة النادي الأهلي بيتحمل مسؤولية ولازم الكل يفهم إن المركز التاني زي الأخير عندنا في النادي الأهلي ده نقطة مهمة جدا عشان كده اللي بتحمل المسؤولية بتلاقيه موجود جوه الملعب واللي ما ممسكش في الفرصة بتلاقيه برة 18 أو بيبقى بعيد لأن دي مسؤولية كمان عايز أتكلم في نقطة مهمة والنهاردة وقتها اللي بيلعب في النادي الأهلي وده بشكل عام بدون ما ادخل في تفاصيل كتير اللي بيلعب في النادي الأهلي لازم يبقى المكان اللي بيقعد فيه المكان اللي بيأكل فيه المكان حتى على مستوى الأصدقاء نوعية الأصدقاء لأن لما بتلعب في النادي الأهلي وقت لعب الكورة وقت مش كبير المهنة الوحيدة اللي عند السن معين بينتهي مشوار كبير بقى من العطاء من البطولات للعب اللي بتركز فمن هنا دي نصيحة للجميع أو للبعض اللي أنا لازم وأنا متحمل في نلة النادي الأهلي قبل ما نبقى داخل المستطيل الأخضر أفكر مين أصدقائي المكان اللي بروح فيه المكان اللي هو بيخليني في الإمج بتاع النادي الأهلي ده مهم جدا جدا لكن بنسمع برضه بعض الكلام وبعض اللغة عن بعض اللاعبين والله ده النادي الأهلي اللي بتحمل مسئولية ويصنع تاريخ بيبقى موجود والجماهير بتحبه والجماهير بتعشكه والجماهير بتسنده والجماهير بتخاف عليه قبل أي حد واللي مش هيمسك في الفرصة وحيواجه صعوبات كبيرة جدا واللعب في النادي الأهلي يصدقوني مختلف الأهلي غير الأهلي نظام الأهلي اندباط الأهلي بطولات الأهلي بتصنع تاريخ لناديك وإيه لإسمك فمن هنا لازم كل واحد يمسك في فرصة خصوصة اللي أنا بقول دايما الجملة دي الأهلي ده نعمة كبيرة لازم تحافظ عن نعمة دي لغاية أكبر وقت لأن تخرج من دي الأهلي بتروح بقى في أي حد تانية بتعاني هي دي الحقيقة فمن هنا لازم النصيحة دي لكل يسمع بيها والنصيحة دي كلنا عشناها كلنا عشناها وعارفين بنقولي كويس جدا فمن هنا عليك اللي انت تركز تقاتل عشان تاخد مكان جوه الفريق تقاتل ونفسة مثلا أحمد فتحي وطبعا فينا مازج كتير جدا لعب زي أحمد فتحي قلب الأسد رجولة في الأداء جدعانة إخلاص جوه الملعب فيه روح حتى لما يبقى في المباراة مش كل المباراة أحمد فتحي كويس فيه بعض المباراة ممكن يبقى فيه هبوط في المستوى لكن تلاقيه حتى وفي المباراة اللي كده في الكوهر المشتركة تلاقيه راجل جدا تلاقيه رايح وجاي بمنتهى الرجولة والكوهر ما يحسسكش اللي هو أداءه الفني فيه هبوط والشاطر اللي قاعد أحمد فتحي على سبيل المثال أنا ببدي بتكلم على كل المراكز بس اللعيب الجدع اللي متحمل الفنين قاعد أحمد فتحي لو تعرف وتبقى مستوىك أكتر منه أو تقاتل أكتر منه جوه الملعب المدير الفني هيبقى حابب ده وعمره مش هيحطك في التشكيل ده المهم أنا بتكلم نموذج بس أحمد فتحي لعب مخلص لعب محدش يقدر تكلم عليه عمل تاريخ كبير جدا مع منتخبنا الوطني والنادي الألفة من هنا عليك اللي انت تتعلم من اللعبة الكبيرة وبتكلم هنا على كل اللعبين اللي لازم تحجز مكان داخل الفريق وفي الأول وفي الآخر ده بيسب لمصلحة الفريق ده كان كلامنا عن الكرة في البداية عندي بعض النقاط المهمة انتوا عارفين بقى الأجواء الساخنة بتاعت الانتخابات وأنا قلت لحضراتكم قبل كده بنتابع كل حاجة وبنتفرج على كل الناس اللي بتتكلم وبنشوف وبنحاول نخلي النادي الأهلي في مكانة مختلفة انتوا شايفين الدنيا رايحة فين وجاية منين وأنا مش فاهم الواضح لما بتعمل قانون جديد والواضح اللي انت بتعمل انتخابات في كل الأندية والواضح اللي يبقى فيها اندباط ومعايير وانزام وده مش موجود على أرض الواقع بتسمع خناءات واشتيمة هنا وخناءات هنا والناس اللي بتدير أو الناس الكبار ما بيحتووش وادن من تين وادن من عجين تركيز مع الأهلي فقط وهم مش قادرين يفهموا الأهلي بكابتن حسن حمدي الأهلي بالبشوانس محمود طار الأهلي بالكابتن محمود الخطيب انت مش طعب تشتغل ضد الطيار لان هنا فيه شعبية وفيه جماهرية فيه شعبية وفيه جماهرية فاللي عيشتغل ضد الطيار هو اللي خسران لجنة أولمبية مش فاهم بتعمل ايه بتوقط تفرج حضراتكو على الإعلام على الناس كل واحد مرشح في كل الأندية وانا انا بتكلم على كل الأندية كوارث وزعيق واخناءات ولا حد بيتكلم وفيه برامج تانية ولا كالناه شايفة حاج الأهلي بس فده انا مش فاهم وفي الآخر يكلمونا عن حيادية ويكلمونا على اندباط انا انا بشوف من وجهة نظري محتاجين قوة في القرارات محتاجين اللي احنا يبقى فيه اندباط والتعامل مع الجميع السواسية وإحنا قلنا مش عايزين تقول شوية خناقات وزعيق ومش عارف ايه والكلام ده كله ولكن بصوا السحر الرياضية عاملة ازاي بصوا الوعود بتاعت الجماهير الجماهير حترجع الجماهير مش عارفين ولا فيه اي حاجة ولا كأنك بتتكلم وممكن اطلع لحضراتكو اكتر من 300 تصريح اللي الجماهير راجع على مدار الاربع سنين هو ما يوتوه مسئمة دي سورات برد والجماهير بترجع والدور يشغل بجماهير والعراق فيه الدنيا هناك بايزة والناس بتلعب بجماهير وفي كل حتة فيه جماهير هو الطبيعي عشان وقت انتخابات عند كل الناس يا عم ده بيعتمدوا على فكرة النسيان الناس مالهية في الانتخابات مش مشكلة دلوقتي بس احنا مركزين ودي امانة الاعلام امانة واحنا عادين امام من السيدة المشاهدين ده قضيتنا يرجع بقى بكرة بعده قضيتنا عن نقدر نتكلم وده فيه ناس يعني الطبيعي اللي يبقى فيه دوري لما ناس ترجع الدوري يبقى ده انجاز يا سلام يا سلام لا امش انجاز الدوري لازم يبقى موجود لان دي مهنة واقول لحضراتكو على حاجة وكنا بنقولها ايام المنتخب ومش هتكلم عن المباراة الاخيرة بتاعت كاس العالم هفكر حضراتكو وافكر نفسي بما يدين مصر في كاس الامم الافريقية فاكرين ماتش قبل النهاية وعسام الحضرة من مصد ضربة الجزاء فاكرين مباراة النهاية فاكرين مباراة اللي قبل كده مصر كلها كتفحال عاملة ازاي والبعض يتصالد الاخطاء ايه المشاريع مش عارف ايه مشروع الناس تنتقدوا تعمل مش عارف ايه الناس بقايش عاجبها حاجة فمن هنا الكورت القدم هي اللي بتجمع الناس كورت القدم عمرها مفرقت كورت القدم بتتعامل اللي انت اللي هي صناعة كورت القدم لازم بقى عندي الارادة الحقيقية لعودة الجماهير لكن احنا طول ما احنا عايشين على فكرة يا فندم ايه كل الامور تمام يا فندم تنزل التابور الخامس اللي بعد كده زي الفل يا فندم القرارات تمام وجميلة والناس كلها خلاص احنا في انتخابات في الناس ايه نايمة شويتين مش فهم وبعد ما تخلص كل ده تروح حتى على النظام الاداري بتكلم بجد مش بهاز ان مدام ميرفا تطلع للدور التالت لمدام تبعتك لمدام عفاف في الدور التاني وهكذا شغالين في النطاق ده في كل حاجة لازم نتحرر من ده يا جماعة بعد الثورة تكروا الشباب كان بينزل الشارع وينضف شوارع مصر وكان بيتعمل مبادرات وتدخل كده الواحد كان فخور وللامانة والله انزلت معاهم متذكر وشارع مصطفى النحاس في مدينة نصف كان الناس خلاص اخدت قرار اللي عايز ينضف ننزل ننضف دي بلدنا وده شارعنا اللي احنا عايشين فيه استغلينا ده لا المسؤول تقول لما تكلم حد او اي حد عايز حاجة يروح ييجي يقول لك جملة شهيرة يا جماعة انا طالب من سيادة رئيس الجمهورية كذا والحطة الفنينية مفيش كده مش كل حاجة الحملة على رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية اوكي فيه سياسات الوزير بييجي عشان يخطط انا مش عابد عندنا اتكلم في الكورة الناس دي مكانها المدرج وجماهير الاهلي اللي كانت في كل مبارات مكانها المدرج وجماهير الزمالك مكانها المدرج وجماهير الاتحاد لكن انا مش متفاق هو حضراتكم اصمعتوا كلكم في احد البرامج اللي هي تمام يا فندم اصمعتوا كم مرة اللي الجماهير رجع وده خلاص عملنا الية جديدة عملنا الية وشكلنا لجنة والشفافية والحيادية جمل زهقنا منها على مدار 30-40 سنة 30-40 سنة نفس النمط اللي بيبقى نمبر ون رقم واحد في كل حاجة هي بيبقى مبدع في كراراته مبدع في تفكيره مبدع في تخطيطه مبدع في كل حاجة لكن مفيش خالص وعود 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 ثلاث سنين مفيش فهم خلاص عايزين يا جماعة المدرجات كده شكلها افضل انا عايز اقول لكم المبارات الاسماعيلي والاهلي الاخيرة لا تتخيلوا اللي انا هقوله ده انا مسئول منه 15 دخلوا من الاسماعيلي و15 من الاهلي ايه الرسالة البر مش فيه عندنا امور تيجي تسأل اي مسئول عندنا اجماعة ظروف استثنائية وبنمر ظروف استثنائية ايه شوف منتخب الشباب انا آسف شوف المؤتمر الشباب الاخير ومن كل شباب العالم موجود عشان مصر امنة مصر بتبني ومصر بتكبر ومصر بتطور مصر بتبني ومصر بتطور هو ده اللي كلنا شايفينه انتوا انتوا فهمين يعني يا جماعة نعمل ثورتين في عدد سنين تتعدى على صعوبة على اليد يعني عشان تقوم مدنيك توقف خالص برصة قفلت على مش عارف بتخافتين تنزل ولادك الشارع وكل ده عشناه مع بعض فين فلازم انا اما تحط في موقع المسئولية ابقى مبدع وسريع في قراراتي وسريع في كل حاجة سريع في عود الجماهير سريع في البنية التحتية فيها ايه اخطاء سريع في الانتخابات سريع في الحساب سريع في كل حاجة الرتمك يبقى سريع لكن صحفاء بالروح طيب وبيعتمدوا على الاعلام الموالي تلاقي معمولك لجنة في وزارة ومعمولك لجنة في لجنة اولمبية عشان دول الرجال اللي اللي بيحموا القرارات الغبية والقرارات البطيقة صدقوني واعلام يتخانق انت بتدخل عند مين الوزير بيدخل عند مين اكتر واللجنة الاولمبية بيدخل عند مين اكتر حسبوا قولوا ده غلط القرار ده كان بطيق القرار ده المفروض يبقى اسرع من كده فين عودة الجماهير ما تخافوش السببعة تفضل موجودة والاعلام حيفضل موجود وحيزيد العدد كمان المشكلة لكن مش كده اربع سنين ولا بتكلم داخلنا على خمس سنة تروح الدور الاول يقولك الجماهير رجع يجي الدور التاني يقولك لا 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 خلاص الدور التاني حيبتدي الجماهير وبعد كده تجي السنة اللي بعدها يقولك لا ده يعني بتبتدي السيزون بالجماهير موجودة ده خمس تلاف ولقنا قلية جديدة الانديا الجماهيرية ما تبقاش خمس تلاف بس وفريق واحد في بعض المبارات هو ده الحل الحل مش مراجز الشباب بس بالمناسبة وانا بتكلم بمنتهى الامانة وبعشق الرياضة في البلد دي وده ما كان الطبيعي اللي بنبقى في كاس العالم احنا تأخرنا قوي كان لازم من بادري والجملة المهمة اللي لازم كلكم تعرفوها عشان تتأكدوا الاعلام امانة احنا وصلنا ثلاثة كاس امم عملنا ايه بعد كده عملنا الاعجاز في كرة القدم ما وصلناش ثلاث سنين بعدها بعدما الطبيعي بالتخطيط تروح كاس عالم بعد ثلاثة كاس امم 2006 2008 2010 عملنا ايه كنا بنعاني وبنخرج من افريقيا الوسطى عشان ما فيش تخطيط بنفرح ونبتدي نقطع في بعض ونموت في بعض بعدها نعمل ماتش ودي نجيب فرقة ما عاشتش ارتابت جاء المهندسان يا بوريد راح كاس عالم وكوبر بالطريقة اللي مش عاجبانا اللي مش عاجب البعض راح كاس عالم مش عاجبنا وعايزين نماشي اتحاد الكور وعايزين نعمل انتخابات ما هي دي اللي احنا شاء و بعدين فكرة النهارده لجنة أولومبية حبيبتي ودلعها وهاشتك تاني يوم لا الاهلي كان عنده حق عرضتلكوا الكلام ده كله ده بقى الاهلي كان عنده اول ما تختلف تسمعوا الحقايق وحورت من تحت الترابيزة وامور كتير وفي اليومين اللي فاتوا قاعدة مع الوزير مش هقول حصل فيها ايه اللي اشتغل في النور ده افضل حاجة عشان كده طول الوقت بنكلم حضراتكم بدون اي خوف البعض يبعث لنا راح ما هو خلاص ما فيش بالراحة بالراحة ايه ناس تكلمك عن قيم ومبادئ وبتعملش بيها ناس تكلمك عن اندباط وتليها والناس بتتخانق ناس تكلمك عن هدوء وعن مالة تصرخ ناس تكلمك عن نزام وهي مش مرتبة ناس تكلمك عن موعيد وهي بتتأخر والله ده اللي موجود ده اللي انا شايفه من وجهة نظر فمن هنا هتكلم في بعض النقاط المهمة اللي لازم المسئولين يبقوا على قدر المسئولية مش كل حاجة الناس تلجأ لسيدة رئيس الجمهورية عنده بشوف بعد ثورتين لازم اللي يجي يبقى نشيط سريع نشيط بجد مش جملة بتتقال في الصحف ومنشتات لأي حد موالي لصحب القرار ما دول كتير وما بيزهقوش وبيعودوا على كل المواقب والله دي الحقيقة فبالتالي عايزين عودة الجمهور كفاية بقى كفاية عايزين مدرجات تعبنا من كتر ما هي خاوية عايزين مدرجات فيها جمهور يشجع ونحس بدا واللي يخرج عن النص لو الأهل جمهوره خرج عن النص امنعه قول احنا بنقل في الجمهور الأهل 3-4 هيرجعلك منتزم أنا هو باتكلم على جمهورنا بس رجع الجمهور تعبنا تعبنا وحنفضل ورا ده لغاية آخر ثانية لنا وبعيد عن الإعلام حنناضل ما هو ده ما قدمناش حل غير كده لأننا شايف اللي فيه اندباط من الجمهور الوقت الأخير فيه البعض على السوشيال ميديا وربنا يا رب يبعدنا عنها لجانة كترونية ودوت يعمل لجان عشان يشتم دوت وده يعمل لجنة عشان يوقع دوت وده يعمل ده موجود ويستغلوا الشباب النقي والله دي الحقيقة شباب نقي بما ما يعرفش على سبيل المثال مش هكسف من حاجة أقول لكم بصراحة 3-4 حلقات بنتكلم شايفين السورة الجميلة ما بين المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيف في المغرب نطلع بعد الحلقة شهاد محمد يهاجم الكابتن محمود الخطيف الله والله ده حصل أكتر من مرة ف ما حصلش أو أنتم بتتفرجوش ويدحك عليكم ارجع للفيديو ارجع شوف الكلام ما يختلش حد يضحك عليكم ومين يجرؤ يعمل كده لكن بنقول الحق في أمور لأن الحق على الجميع والقانون على الجميع هو ده الصح ودور الإعلام ما نفعش أخب عليكم حاجة أنا راجل شاب بعيد بقى عن كابتن سابق ولعبنا شوف بطولات صغيرين قد كده وفرحناكم بعض الوقت مع جيل محترم كان بإخلاص وبيعرق بدون ما يفكر في مادة ولا أي حاجة غير يسعد جماهيره واسألوا كل النجوم اللي كانت موجودة بناخد فرصة وفرصة الحمد لله بلأ سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة عشان الأمانة عشان نبقى فيه أمانة ما بينكم ما تصدقوش اللي بيطلعوا بعض الأمور عشان محدش يصدق عشان لما نتكلم يجي يقول لك لا يا عم ده ما تصدقوش ده بيجدب بيجدب على مين وليه والمصلحة مين وبذكركم مرة تاني وبذكر نفسي يوم الحد اللي فات اتكلمت مع حضراتكو أقسمتلكو على الهوى عاهدت ربنا سبحانه وتعالى فيه أمور ما ينفعش تتقال يجي يقول لك اللي برة ما ينفعش تقال على الهوى لأ أنا ما بعملش كده دلوقتي عارفين ليه عشان ده الصح عشان لما نقول حاجة زي ما يعيها تتعالج بسرعة عشان اللي بيخطأ لازم يفهم اللي هو أخطأ وهقول لكم على حاجة قبل ما بتدي فكر السندول لأنها رصلت كم حاجة هقول لحضراتكو عليها كنا بننتقد جاردة الوطن وكنا بننتقد الشروع وكنا بننتقد الأخبار وكنا بنقول عليهم صالة تحرير واحدة لأن ده كانت حقيقة تلاقي الخبر هو هو بنفس السياغة بتاعت هنا بتاعت هنا بتاعت هنا بقى لهم يومين الأمور فيها حيادية وزي الفوز هو ده الكلام الحق حق والعدل عدل وحتعمل كده تاني حرجع انتقد تاني لغاية لما وانتقدني لو أنا في حاجة غلط ده مش عيب لأن الانتقاط ده شيء كويس جدا بس بأدب بس بأدب أمركم سمعتوا لفظ هنا من هنا في البرنامج مستحيل مستحيل فمن هنا مش بنعمل دعوة الحاجة ولا بننظر على حد لكن صدقونا صدقونا لأن البعض بيحاول يشوه الصورة علشان أهداف معين احنا ملناش أهداف وقلنا لحضراتكم والله لو النادي الأهلي محدش يمسه بكلمة قصاد البرنامج مش عايزه مش فارق معايا أساسا مش عايزه لكن الحق حق وما حدش يزعل من الحق كان في حد بيتناقش معايا عشان أقول لكم بقى حقول كل حاجة كنت قعد في نادي الأهلي الجزيرة قعد أو في مدينة ناصر قعد معايا رب أسرة محترم شخصية رجل أعمال محترم جاي دردش معايا قعدنا ندردش فهم أمور كتير جدا الراجل بعد أما تناقشت وأول ما قابلني قال لي على فكرة أنا زعلان منك أنت بتعمل كذا وكذا قلت له طب روح تفتح له تليفوني تفرق حضرتك إيه رأيك دا كذب ولا قال لي في الأول وفي الآخر أنت راجل كابتن نادي الآن أنا بحكي لكم والله واقع حاصل عارفين قال لي إيه قال لي كمل في طريقك أنا من النهاردة كنت بزعل منك وساعتا كتب حاجات كده على السوشيال ميديا أنا من النهاردة مش هعمل الكلام ده عشان أنا صدقتك ففيه فرق في الكواليس اللي بتحقوا عليكم تلك كل جان شغلة مطحنة صفحات كتفير وعدل ومشية في خط مستقيم لكن أكل العش مر أنا بتكلم والأمانة تقتضي عليها اللي أنا أقول لكم كل حال يا شباب يا نقي يا محترم زي ما بتكلم على رمز واثنين وثلاثة واربعة الكل رموز وشوف الحق واسمع الكلام وفكر فيه ما تخليش حد يضحك عليك ده الأهم وده التوعية اللي المفروض تحصل من الإعلام المصري لكن يا قضو يجبوه لك إيه الحاجة جميل الإسماعيلي عمل تيفي الأهلي على السوشيال ميديا وتبقى خناها وأول ما يبقى فيه مطش موته بعض أنا أجيبي الحاجة الكويسة الحاجة المحترمة فكان مهم جدا أتكلم بس في الحاجات دي وأفتح قلبي مع حضراتكم في البداية كالعادة لأن أنا واحد منكم وما ينفعش اللي أنا أجتب عليكم في حاجة ومستمر في طريقي ده لغاية آخر ثانية لغاية آخر ثانية فأتمنى المسؤولين كل واحد يشتغل على عودة الجماهير الجماهير ملف مهم جدا 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 لازم الجمهور الأهلي بقى موجود جمهور الزمانيكو بقى موجود وكل الآن ده الجماهير الجماهير الجمهور يبقى موجود ده مهم جدا لأستادة المسؤولين هروح لجزئية مهمة جدا في النادي الأهلي كنت تكلمت عن انتخابات النادي الأهلي أكتر من مرة قلت إحنا التهمنا بحاجات كتير مش مشكلة أنا أتجاوز ده الناس قالت مش عادة حيادية ومهلبي أو ما تسمع الأمور الفتفضة دي ما تسمعوش حد يقول لكوا كده قل له أعمل إنت الحيادية الأول أين كان هو اسمه مي فشفت كنا بنقدم نصيحة لكل السادة المرشحين للنادي الأهلي ربنا يولي من يصلح مهندس محمود طهر شخصية محترمة عمل شغل كتير جدا ومحترم الكابتل محمود الخطيب واحد من أولاد النادي الأهلي وشخصية محترمة جدا 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 ومعاه مجموعة هنا محترمة ومعاه هنا مجموعة محترمة من غير ما روح لأسماء عايز حضراتكم اتبعوا لنا بقولوا وشوفوا كلامي مظبوط ولا قيموا مبادئ النادي الأهلي اللي احنا عارفنا كلنا مع بعض في بعض الأمور هنرصدتها هقولها لحضراتكم بدون أسماء أنا أتفهم أنت حضرتك بتنظم في البرنامج عشان أنا أطلع على الاثنين وزميلي يطلع على التلات وزميلي يطلع على الأربع وهكذا ده كلام محترم عشان تقول للناس برنامجك عشان تقول للناس أنا جاي يعمل إيه عشان تقول للناس هتعمل لي إيه في حلم الأهلوية واه واه هتعمل لي إيه في التجمع الخامس وهتعمل لي إيه داخل النادي جمهور الأهلي زي ما هو بيعشق البطولات عادات جمعية العمومية من حقه يطمع في القفض اللي أحسن لمستقبل ولاده أشوف البعض بيطلع ملهاش علاقة بقيم الأهلي تماما تقطيع بسم الله الرحمن الرحيم بنقطع في بعض إزاي أنا بكلم المعسكرين والمستقلين وكله اللي عنده كلمة طيبة يطلع يقولها لأن ده الأهلي اللي عملنا كلنا الأهلي ده اللي عملنا كلنا فتلاقي بسم الله تقعب تتفرج تحزن وتلاقي المعسكر ده الله ده أهلي اللي كان نفسي أقوله وتلاقي المعسكر التاني قعد بيغلي أنا عايز أجيبه من جوه الشاشة ده اللي بيحصل على أرض الواقع فالعمل التطوعي ده مسئولية الكل جاي يخدم النادي الأهلي الجماهير وكل واحد أهلاوي فمن هنا اللي بيظهر هي مستباق على التقطيع ومستباق على مين جاب الشيخ زايد ومين عملها الكل جاي يخدم ويكمل الكل جاي يخدم ويكمل النادي الأهلي مش مكتوب في البطاقة اللي شادي محمد والكلام لكل واحد أهلاوي ولكل الناس مش مكتوب لي لما جاي أدخل الشجرة اللي تحت فرقة الشمس حضر لكم متعرفوش مكانة دي مكتوبة لي في البطاقة محدش يقعد غل لما يستأذنني مفيش كده مفيش كده ده غلط فاستغرب من جملة بتدايقني خليتني النهاردة هحكي لكم كل حاجة بصراحة قعد أسمع حوار ده الفرق ما بتستلمش لبس في النشاط الرياضي روح تمكلم سلة ويد للأمان ناس مسؤولين هناك بدون ذكر أسماء عشان ما نتحمش أسميهم جماعة لو سمحت واسا عايزة تطمن فيه كذا 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 قالوا لي حاجتين مناش ولا مليم واخدين كل فلوسنا في مواعدها واخدين كل فلوسنا في مواعدها وتقل الجملة دي والله تقل الجملة دي اتعمل حاجة كويسة داخل النادي الأهلي لما كان فيه ظروف صعبة آخر يامل كابتن حسن وكانت ظروف دولة بتنهض بتبني نفسها من جديد والحلق الصدايا كان عند الجميع فيه صعوبة فمن هنا اتقل لي نقطتين لما عشان الكرة كان لها فلوس وجميع الأنشطة الرياضية والجميع ده طبيع اتعمل حاجة كويسة اللي الكل كان بياخد بالتساوي كرة قدم مع سلة مع يد مع طيرة اللي كان ليه مستحقات قديمة بياخدها بالتساوي مع بعض وده كان عدم عشان اللعبة ما تكلمتش وولادة النادي الأهلي ما بيتكلموش خصوصا اللعبين عمركم شفتوا لعدة العشتكة قال انا قضيت النادي الأهلي عشان ليه فلوس على مدار التاريخ حتى اللي بيروح تلاقيه رجع بالسرعة يخاف لان عارف الأهلي امره مؤثر معاه فانا سألت النهار اللبس متأخر طب لبس كرة القدم الجديد للنادي الأهلي كابت بسيد عبد الحفيز كان مسافر تركيا قريب ومعاد شركة عشان يتعاقدوا على اللبس الجديد اللي هو حيجي خلال أيام أو شهر 12 خلاص جاي كمان أيام ده طبيعي جدا التعاقدات بيجي لك اللبس ممكن بعد 3-4 شهور من بداية السيزون لكن ازاي ازاي نوقع بعد ازاي بننا اللي أفضل ازاي بننا اللي أفضل ازاي بننا اللي ده ما عمانش حاجة واللعبة بتلبس تشارتات مقطعة ده يا ليك بالنادي الأهلي هو ده هبت النادي الأهلي هو ده احترامنا للنادي الأهلي هو ده اللي عمل التطوع اللي أنا جاي عشانه أنا بكلم الجميع وعقلي وزهني عارف مين كل اللي عمل كده لكن ما قدرتش أقول لحضراتكم لكن يمكن اللي أنا أقول يو إحصل تراجع أنا أتفاهم اللي نازل الانتخابات وعايز حلم الهدوء يطلع ما يشحنش ما بين المعسكرين بمعنى أقول برنامج الانتخابي أنا جاي أعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ومش مشروع يبقى مشروع مجرد كلام لا على أرض الواقع أنا أقول تلكم العضاء الجماعية العمومية عايزة أكتر وعايزة مستقبل ولادها أكتر ده طبيعي من حقه يحلم بدا ومن حقه يروح تجمع خامس ومن حقه لو عايز يروح اسكندرية يروح عادي جدا والتطوير بيحصل مع الجميع لكن قيم الأهلي وما بدءوا يتقل وأنا طالع عشان أتكلم عن نفسي سايبين الفرق بفنلات مش عارف مقطوعة أو ما استلموش الملابس إحنا أكبر من كده بكتير أتقل للنادي الأهلي قاعد في مجلس الشعب أنا أتكلم بمنتقى الأمانة بعض الأمور اللي أنا رصدها وشفتها معجبتنيش مجلس الشعب قاعدينوا في الصف الأخير وما فيش حد بيناقشهم أنا معايا صور لا مش ده الأهلي يروح أي مكان الجميع يتشرب فيه وهنا بتكلم على رمزية كرسي رئيس النادي الأهلي ورمزية كرسي أي عضو مجلس إدارة انت لك مكانة في المجتمع ولما بنروح لغاية النهاردة الناس بتسلم علينا كابتن التاريخي للأهلي مش نسين جيلكو مش نسين جيلك كابتن محمود الخطيب مش نسين كابتن مختار مختار مش نسين فلان فلان مش نسين فلان فلان مش نسين صالح سلين مش نسين الفريق مرتجي الناس بتسلم كده انتو عندكو تاريخ كبير قوي احنا بنحقد عليكم واجي عشان انتخابات يروح مجلس الشعب خلق الناس قليلة كده كويس انا بقول يا جماعة مجلس الادارة ماسك النادي الاهلي وحش هطلع بطل دلوقتي اللي انت ايه ده ويقطع الفيديو ده انت بطل انت ايه اللي احترام ده رجعت للقواعد بتاك لا القواعد اللي انت تحمي منصب كرس رئيس الاهلي من اي اهانة مش اللي انا اشوف الكلام ده وانعديه عادي مالا اجيب كسيرة اسماء ولا اتكلمت على حد امتكلم بشكل عام حاجات بنشوفها وحضراتكم قايمة اللي انا بقوله وتفرجه وشوف اه مش عارف خناءة الشيخ زايد ايوة كابتن حسن وكابتن صالح الارض جت وحطوا حجر الاساس الاولان وراح المهندس محمود طهر طور لطوره وبنا اللي بناه يبقى لكل ساهم اتخناءة تعالوا نشوف السوق مفيش غير عندي انا الكلام ده انا معلم انا باشا مفيش ازاي في علم الادارة مفيش ازاي انا رقم واحد عندي اللي مش عند حد ده مهندس دي مش ده ما بتجيش كده والله ما بتجي كده والله ما بتجي كده من احداث جمعالة عمية عفوا ما حدش عافتحك عليهم عضو جمعالة عمية بيقض ويفكر مصلحة الاهلي فين بتلاقي بيروح ولا اقدر املي انا ولا مليون زي ولا مليون واتجنن من جملة كبتتقال والواحد بيقض يضحك ارجعوا بقى الحلقات وهاتوا بقى الحاجات اللي فيها الاصول اللي احنا تعلمناها عيبة جماعة على ما نقول على النادي الاهلي كرسي وشمسية ولا مش عارف اسكلوب ولا جنينة ولا بتاعيب لان احنا مش كده احنا محترمين ومن حق عضو النادي الاهلي يقض في نادي محترم الكل ساهم اللي النادي الاهلي يظهر بالشكل ده صح ولا مس صح النهاء كانوا بيقول لك وعضو التاريق ناس كتير فاتلاقي النهاردة لا الكرسي والشمسية مهمة جدا عشان حاجة طاليق باسم النادي الاهلي الكبير التاريخ عشان لما تدخل اللي الله لما كنا بنقول كده كنا بننافق والنهاردة انت تقولوا كده مفروض نقول لكم شابو ده كلام فالناس وعية وفهمة فده جزئية مهمة جدا اللي يطلع يلتزم بالقيم اللي نعرفها الحقيقية ماشي ده مهمة جدا 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 مش قعد خبط ورزع خبط ورزع خبط ورزع خبط ورزع ما هو الناس بتروح النادي انا بروح النادي عارف اللي حصل فيه قبل وبعد عارف واللي بيروح النادي خلني اقول لكم على جملة جميلة جدا معلش انا ايه ما بسيبش حاجة للسطرة الواحد هو بيتابع كابتن حسن حمدي تعب ايوة تعب وانا بحبه جدا وللامانة تاريخ كبير جد كبير جدا 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 جوا النادي الاهل هي دي الحقيقية والراجل ده عمل شغل محترم للامانة وقبلها كابتن صالح كارزمة كرارات انجباط التزام كل حاجة كويسة قبلهم الفريق مرتجي قبلهم كمان بعد الفريق مرتجي كابتن عبدالصالح عادي كل رؤساء لها كل جاي عشان يطور ويخدم وشفنا الحوار حتى الحوار ده ما سلمناش منه لان النواياهم خبيثة حاولوا يوقعوا في الموضوع ده ما قلناش اي حاجة فيه غير تاريخ الفريق مرتجي والواحد كان فخور ودخل النادي ناس عملنا حلقات من دي تاني عايزين يشوف شفت ولاد الفريق مرتجي عاملين ازاي قالك جايبينهم عشان يعبوهم وانتخابات اقولكوا على حاجة انا قبلت الموانس خارد مرتجي صديق ليا جدا 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 ومستحيل مها من حد قال وكنا مع بعض في اليابان اكتر من مرة وسافر معنا رئيس بعز عادي جدا هدى هيفرق ما بيننا لما تقولوا الكلام ده وبالحضن وكان بقى لي مدة كبيرة ما شفتوش عادي جدا فانا باستغرب باستغرب من الوضع الحالي اللي انت تروح ظهولي في العلامة عشان اقول برنامجي هعمل ايه مش عشان نشتم بعض هنا هتلاقيت راح جاي تاني بقى انصروا يردوا عليه بقى انصروا هو ده السخونة اللي شغالة مش مننا احنا هو فيه اعلام يعمل ده برضو والناس فهم لكن ابتكلم على المعسكرين انت هنا بتعمل ده ليه ليه ما هو زي ما ده اللي معاك هيقول لك انت بطل وشفت الحوار عامل ازاي ده بص درب تحت الحزام كان من خلص هتلاقي النحية التانية مش طيقك ومش حبك وعايز يجيب حقه هيروح بقى السوشال ميديا اللي هيعرف اللي يروح للفيديو وبقى اينا فخنا ودي نصيحة لوجه الله الحاجة الاخيرة كلمتوكو عشان تعرفوا التسلسل الجميل اللي انا رصده وكاد بقدامي قبل ما ادخل على الهوى لان بشوف حاجة لطيفة وزريفة يا جمهور الاهل يا محترم يا اعضاء الجمعية العمومية يا محترمين التسلسل الجميل ده بسم الله الرحمن الرحيم هحكيها حدوتة سريعة وجميلة مش هتاخد معايا دي اقتيل لان انا حفظها لان انا من زمان قوي في البرنامج هنا وكان بيعجبكو حاجات كتير لكن فجأة عشان مش عاجب البعض بقى شدي وحش لما الحقيقة اللي هي المفروض تزال لحضراتكو عشان تاخدوا قراركو بقى شدي وحش مش مش مشكلة لكن تعالوا نحكي الحدوتة الجميلة كان يا مكان يا سعد يا اكرام على مدار الثلاث سنين الاخيرة او الغربع سنين الاخيرة حاولنا نعمل امور غريبة مش متعودين عليها حاولنا اللي احنا نقف جنب ندينا ونقول الحق اللي تعلمناه من ايام الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب داخل قناة النادي الاهلي التزمنا بالقواعد طول الوقت وبذكر حضراتكو وذكر نفسي بواقعة شهيرة داخل قناة النادي الاهلي عرض للنجد من الكابتن عصام عبد المنعم وده كان حقه منو الجزي جات له حالة من الغضب الشديدة جدا جدا داخل اوتوبيس الفريق واحنا راجعين من السفر لان جاله تليفونات وتقال له كده عن طريق المترجم بتاعه القناة قناة النادي الاهلي شكرت الكابتن عصام عبد المنعم عشان دي قناة نادي لا يصح الا الصحيح ام ايه الله يرحمه الكابتن محمود بكر يجي بعدها معروف دمه خفيف الله يرحمه واحد من الشخصات المحترمة اللي ليهم تاريخ كبير جدا سواء في الادارة او في التعليق بيهاجم او مش بيهاجم بدمه الخفيف ليداعب محمد ناجي جده جده غضب حصل زعل مش الكابتن محمود بكر من قناة من قناة النادي الاهلي ام ايه نيجي بقى الجديد نهاجم رئيس النادي عادي وننتقده عادي وبقى دي الديموقراطية حتبقى سنة غير حميدة عشان بكرة ما نعرفش مين جاي حدا حيتعمل كده وحتبقى الاجيال اللي جايه واخده على كده هي دي الحقيقة ام ايه نروح للجديد نخلص الكصص الغريبة والعجيبة نطلع بلايحة استرشادية كلنا ما كناش عاملين كده مع بعض تحت ما ظلت الاهلي ميشي غلط والاهلي ميشي صح الاهلي ميشي غلط الاهلي ميشي صح لا يوم ولا يومين لا ده احنا احنا تلت فروع الاهلي ما بقاش تلاتة شارع صالح سليم ام ايه نطلع بعدها بشركة ميسكو 134 مليون جنيه الحق ده الفلوس بتروح الحق القضية الحق خلاص ده بقى قرار نهاية الحق الاهلي لازم يدفع كل ده بلح ام ايه تطلع بالقرار الجديد شركة اللبس بعدها يلا وزع اطلع من صلة التحرير اللي احنا قلنا عليها من اسابيع وزع على هنا وزع على هنا يطلع ضربة واحدة خلاص رجالة كله تمام ظهرت في بعض الصحف الضربة واحدة ام ايه تطلع على قناة النادي الاهلي مش حيادي وقناة الاهلي بتشتم الحق ده سبت الحق ده بتقول الفاظ الحق ده منتمية الحق قناة الاهلي بتخرج عن الاصول عن مبادئها وعن قيمها من اول يوم اللي قامت فيه من اول يوم قناة النادي الاهلي ما كانش فيه الكلام ده بيحصل امال انا حاكيته من شوية ده كان ايه هو لما يبقى واحد موظف جواب قناة عادي يمشي ولا انت متعاقد معاه اللي هو يبقى محلل عادي ولما رئيس النادي الاهلي دي مش عادي مش عارف انا اعتقد مش دي القيم ودي مش ده اللي احنا ومش ده هبت الاهلي تمام تروح لامور غريبة وعجيبة تدخل قناة النادي الاهلي وبقى التسلسل خليكم فاكرين ومش عايزة بعد لاحظة رشادية شركة ميسك بعد كده قناة الاهلي دخل التجمع الخامس ده مش توقيتها ده شغل انتخابات ومش عارف ايه نروح احنا نبتدي نتكلم عشان تجمع الخامس ده مشروع من 3 سنين ونص دي حاجة للنادي الاهلي وحاجة لكيان النادي الاهلي مش بتاعت حد ولا بتاعت المهندس محمود طاهر ولا بتاعت اي حد لا بتاعت النادي الاهلي هي دي الحقيقة فقوم ايه تطلع الستاد الستاد ده من ايام اللي مش عارف ايه بقاله 3 سنين طب اضرب الدربة الجديدة ما فيش حاجة اسمها استاد ده الشركتين شركة اسمها سكسيكا في جامعة الدول عاملة قوضة وصالة دحكت علينا وجا تعمل لنا استاد مش فاهم تروح بعد كده تلاقي مش عارف ايه تخد تخلص الاستاد الاهلي بيتباع ده الجديد الحق الاهلي بيتباع نجيد سويرس داخل النادي الاهلي ومجموعة من رجال الاعمال بيبيعوا الاهلي توتا توتا لسه ما خلصتش الحدوتة لان لسه في ازواع الانتخابات هتلاقوا 3 اربع ايام اللي جاية هتلاقوا نفس اللي انتو بتشوفوه كل يوم طيب وبعدين ايه بقى لما اليوم يبقى جزا وفاضيين وبتاع نرجع اللحل السرشادية من تاني طب شركة ميسك ده مش عارف ايه لو حضرتكوا تصدقوا الكلام ده صدقوا انا اهلاوي زي زيكم وفي يوم الايام الشارة كانت هنا واشتغلنا باخلاص ودور يبقى مخلص معاكم هو مش ده السيناريو اللي حضرتكوا شفتوه يوم بعد يوم في برنامج وفي موقع وفي صحيفة وعلى السوشيال ميديا عايزين تصدقوا صدقوا مش عايزين تشغلوا دماغكوا وما تشغلوش لكن انا اهلاوي زي زيكم بخاف على النادي الاهلي زي زيكم بل انتو اكتر مني باحترمكوا جدا جدا بس بقولكوا فكروا ما تسمعوش لده اسمعو اللي فيه انتخابات حقيقية داخل النادي الاهلي فيها مجموعتين محترمين جدا 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 في المجتمع واي حد فيهم قادر على قيادة سفنت النادي الاهل ده فيه غلط ما فيهوش غلط لكن بقولكوا فكروا طول الوقت ما تسيبوش الاعلام المغرد يضحك عليكم عشان كل واحد يحقق مصالحه والكل ده حيبقى على حساب النادي الاهلي بس والنبي بتنسوش تسجله اللي انا سجلته عندي بقاله شهور والسيناريو الغريب العجيب الاهلي لا يباع ولا يشترى طول مجمهيره العظيمة موجودة طول مولاده موجودين طول مرموزه موجودين اللي منهم الكابتن محمود الخطيب واللي منهم المونس محمود طار واللي منهم الكابتن حسن حمدي واللي في دار اثارهم موجودة مش هتسمح بالعبس اللي بيحصل لكم فده الامانة تقتادي اللي انا اقول لحضراتكم الاهلي لا يباع ولا يشترى بس عندنا امور مهمة جدا هتشوفوها بعد شوية ما تروحوش في اي مكان السندوق اللي سود اللي انتو بتحبوه رصدين حاجات جميلة عشان تعرفوا الامور بتدار ازاي نروح نشوف او فاصل اعلاني سريع بعد كده نرجع لحضراتكم برحب بحضراتكم من جديد دلوقتي معادنا مع فقرة السندوق الاسود في بعض الامور اللي بنشوفها غريبة جدا جدا على النادي الاهلي كمان اللي انا عايز اقوله اللي احنا طول الوقت قبل ما بقدم الفقرة دي بقول لحضراتكم احنا عمرنا ما كنا الفعل احنا رد الفعل اللي بيحصل برامج بنشوفها بتكلمنا عن حيادية واهانات ليل ونهار وهجوم كل يوم الناس زهئة والكلام ده يخسر ما يكسلش وهتشوفو امور عجيبة وغريبة بجد اول مرة نشوفها خلينا نروح لأول صندوق معانا نشوف ايه ونرجع لحضراتكم عميل였ire موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 على ده هو بيحب ده وبيعمله بكل حب لكن ولا شفنا تكلم من ساعة لما ولا شفنا قال حاجة بس عمل الجميل ساند ساعد في هدوء لما بخرج بخرج بالراحة من الباب الكبير الباب الكبير باب الشرف والعزة باب الإنجازات والاحترام وقيم الأهلي الحقيقية اللي احنا بنتكلم عنه ايه رأي حضراتكم مش ده حصل طيب الراجل موجود والاهلي بيتكلم في تكلفة وقال لك انا مش جاي ولا اشترا ربيعنا جاي بشوف اللي انا شفته ده حلم قال لك ده انا ممكن اساعد قطر خيرك بنشكرك احنا بنشكرك ده اللي يتقله مش يتهاجم انت جاي ندينا ليه البلطقة تشتغل البلطقة الاعلامية تشتغل انت جاي تعمل ايه ده ندينا احنا انت مش عوضوا في النادي مش ده تقال يا ناس فمن هنا كلنا عايزين نساهم لو انا ينفع ساهم بأي حاجة ساهم وكل الاهلوية هتلاقوا الاهلوي الجدع اللي في كل حتة بسيطة طيب هتروح هو هتلاقي الجمهور الاهلي البسيط ده اللي بيجري على اكل عشو بيساهم في استاد النادي الاهلي وبقى فيه اسهم انا بقى بقول فكرة وتتحطب برواس جوا بيتك اللي استاد ده تروح وتقول انا ليه في اللي استاد ده انا ساهمت فيه كل الاهلوية بقوا فخورين بده لان فيه حاجات تحفى بقول استاد مش هتكلم دلوقتي لكن جاء وبعدين حاجة غريبة يشتموه وكانوا شغالين معاه في قنواته والله وكانوا هايشتغلوا في قنواته يعني اتلاقي الناس اللي بعملوا كده كانوا بيجروا وراه عشان يشغلهم احنا ما بنعملش ده فحاجة صعبة جدا يعني الاصول بنبعد عنه ده حتى شكرا ان انت جاي في يوم زي ده الاهلي بيفتتح استاد والجميل في كلام رئيس النادي الاهلي هو بتكلم قال جملة حلوة مهمة بالنسبة لانا احنا بنقدم ده لو ربنا وفقنا نكمله لو ما وفقناش اللي بعدين المجلس اللي جاي يكمله هو ده الاخلاقات احنا بنتكلم عنها على الجميع كل ولاد النادي الاهلي وفكرة اللي بتتقال ما بتعجبنيش من زمان قوي يعني ايه معارضة مفيش حاجة اسمها كده ده بيتحكوا عليكم معارضة ايه وزفت ايه قال اللي انا افهمه بتوب انت قناعاتك بشخص بتروح له بينجح التاني تجري تروح له وتسنده وتسنده في قراراته هو ده لكن راجل في المجتمع ليه اسمه كرجل اعمال كبير هو مش هو بس عاملين مشاريع محترمة وبعدين مع الكابتن حسن انا اتذكر كانوا في الجونة الاهلي الملاعب والدنيا 2013-2014 كان فيه مشاكل كبيرة جدا ومعسكرات طويلة الاهلي كان بلعب فين كان بلعب في الجونة في استاد الجونة عند نجيب سويرس واخوه سميح سويرس والحج احمد الصحفي اتذكر كمان كان بيوفروا الاهلي كل حاجة اجي النهاردة نقولي الاهلي هيتباع عشان هو موجود والشركة موجودة والكتب اللي شغال ده ما تصدقوش ده تخلوش حد يتحق عليكو في ده محتاجين والاهلي بمضى الورق اللي نقص اللي هو البسيط والمشروع الكوات المصلحة هتشارك فيه بشكل كبير جدا ونوصق فيهم والانجاز في المشروع بإذن الله محتاجين ويسم معانا بسهم غير ما يشتري محتاجين ياسيم بيه يبقى موجود وهيعمل ايه محتاجين كل اهلاوي اللي معاه واللي معه ده حلم يا جماعة تعرفيني عن ايه استاد بالامكانات اللي الواحد شافها ده المفروض يتقال لكن الاصول بيطلع من ولاد الاصول لكن من الاهلي جوا بيته ما بيهنش حد الاهلي فاتح بيته لكل الناس بيرجال اعماله بالطيب بالمعهوش خالص بكل الاهلي ده بسبعين ولا ستين مليون اهلاوي كل الطبقات موجودة الاهلي فتح ابوابه لكل الناس وعشان خطر انتخابات والنوايا الخبيثة اللي له نهار بنشوفها دي يحصل كده والواحد بيشوفها ما انا قلتلك جملة ما بتصدقونيش البعض اللي ما لوش كبير بيشتروله كبير مش احنا تعلمنا كده في الشارع اللي انا عايش فيه مع الناس البسيطة وغير البسيطة وكلكوا تعلمتوا كده يقولك الكبير اللي احترامه والكبير كبير المقام لما طلع على ابو تريكا بل كده مليون جنيت برعة ابو تريكا مرداش ياخده كانوا عايز يشتري النادي ويشتري اللعيبة ايه ده كان بيحب الراجل بيحب بيقدر يسام بحاجة بعد فرحة بعد انجاز ده دور الناس اللي بيشارك في الفرحة ورجال عمل كتير كتير كانوا بيساهموا ابراهيم بيسا والله شخصية محترمة جدا كان موجود مع كابتن حاسن كنت بشوفه كتير هو الجهينة صفوان سابت مش كان موجود وبيساهم عادي كلهم اهلوية في حد بقى متواجد مش متواجد دي شغلته مش احنا نجبره ويجي بالعافية ولا ده مش نازل انتخاب ولا نازل بقى كنت عملت في ايه كنا موجود يا راجل جاي دخل النادي الاهلي في حلم استاد لازم العقلية الاعلامية اللي مش عايزة تتغير دي نظرية المؤامرة اللي عايشة طول الوقت يا اخي ملعونا الانتخابات اللي بالشكل ده اللي بتشا يعني مش فاهم انا يعني ما احنا شفنا بشكل علني البعض بيقول انا مع المعسكر ده وبشكل علني الناس تقول انا مع المعسكر ده كلهم محترمين اللي قال ده محترم والقال ده محترم انت اللي يقرب ويقول اي حاجة فيها احترام حتى مش عاجبك وبتكلم على الاعلامي اللي في قناة صدى البلد انا مبخافش ده كل يوم مفيش كده مفيش كده الفتنة دي مخليها نار و رقم واحد روح اعمل السندوق اللي بعد كده عشان ما نطولش اكتر من كده موسيقى 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 ميزانيا سيتكلف مبارق طائلة كما تمتد الدعاية عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروعة منها والمسموعة والمرئية تشير بعض المصادر المقربة من حمل الطهر إلى أن الميزانيا المرصودة تجاوزت 150 مليون جنيه وهو ما يتناسب مع حجم الدعاية المتناثرة في كل مكان يا لهوي 200 مليون و 500 مليون اضرب كل يوم الكدب يروح النار ده فيه صورة ده أنا هقول لحضراتكم بصوا جماعة قلت لكم قبل كده دوري أظر الحقيقة ودوري الحاجات اللي فيها تجاوز لازم تعرفوا ما أخدتوش بالكم من حاجة إحنا خدنا إحنا خدنا إعلانات في كل حالة مصر الإسكندرية ده أنت وإنت جاي بالطيارة بتلاقي على الطيارة صورة الإعلانات بتاعت المرشحين وبعد كده بعد ما تنازل على الطيارة بتنزل تلاقي الحمامات بتاعت المطار من بره فيه وإنت داخل بيبقى موجود وبعد كده بتدخل على بتعمل شوبينج ولا عايزة تجيب ساعة جديدة ولا حاجة فتلاقي سبع تمن صور الأفوارة دي دمات إيه أنا نازل انتخابات بالمناسبة أنا مش عايز أخرج على الموضوع عايز حضراتكو تركزوا في الصورة اللي تعرضت هتعرفوا الحق فين والباطل فين أنا بتكلم بمنتهى الصراحة وما لهاش علاقة بانتخابات قرب لي الصورة أكتر من كده بص يا جماعة والله العظيم ما شفت الصورة عاد تدحك ده رقم إيه رقم اتنين عارفين الصورة دي من إمتى من 2014 في الانتخابات اللي فاتت لما كان نازل أستاذ إبراهيم المعلم الرجل المحترم أصاد المهندس محمود طهر هو السنادي السنادي المهندس محمود طهر أعتقد رقم واربعة أعتقد رقم واربعة ارجع لي بقى للفيديو تاني من غير كلام كده نجيب في يقول لك إيه في الماركب تم هو أدي الحقيقة هي دي الحقيقة صور قديمة تتعرض أهم حاجة تضرب وخلاص كل يوم فقرة الأهلي في الحرة المزنوقة اللي جنبنا هنا في المدينة فقرة الأهلي اضرب وخلاص إيه ده ده دي من معروضة بالمناسبة كان فيديو بس أنا يعني قلت أخد الصورة دي أقولها لحضراتكم فيديو كامل قديم مش مشكلتي بقى الناس تورطك دي مش مشكلتنا ده قدي الشو قدي الصورة هي قدام حضراتكم إحنا بنجدب ولا اللي بتشوفوه ده الكدب طب أصدق أرقام إزاي وإذا كانت بالحاجة البسيطة بتجدب عشان نطلع خمسمائة مليون واستفز الناس ومشاعر الناس الفلوس دي كانت تتصرفت مش عارف فين وجبنا إيه وبتنه طيب آه دي الانتخابات السنة دي اعتقد الكابتن محمود الخطيب رقم 3 صح كده جماعة والمهندس محمود تقرق رقم 4 السنة دي في الانتخابات والكابتن محمود الخطيب 3 اللي قدامكم دي رقم كام اتنين دي انتخابات 2014 والسنة دي اللي رقمه اتنين الأستاذ فضل الله محمد سابت فضل الله هو لرقم اتنين السنة طب انتو ايه رأي حضراتكو بلاش انا انا مش هتكلم ركزوا في الصورة شوي السنة دي المهندس محمود طار رقم 4 السنة دي دي قديمة رقم اتنين يبقى مين لساحة طب نصدق فينه أهم حاجة احلانات في كل حتة ملايين طب انا هشرح لحضراتكو حاجة بس من غير ما اقول اسماء انا تربطني علاقة بكل الناس كنت مع احد اطراف مع الاعضاء اللي نازلين محتملين على قائمة الكابتن محمود الخطيب والكابتن اه اه او المهندس محمود طار الصورة ههو سريعنة عشان مش عايز انتخابات لها يا جماعة لو سمحتو الرقم ههو اربع يلا تمام خلاص الناس شايفة والناس عارفة احنا بنقص دي خلاص فبيكلموا معايا في البعض بيساعد مع الجبهتين وحق كل الناس من وجهة نظر ده من المعسكرين اتقال كده من المعسكرين في البعض هنا في رجال اعمال وغير رجال اعمال كل بيساهم وكل بيعمل الكلام ده كله اوكي كل واحد حقه مدام القوانين بتسمح بده اوكي مفيش حد حاجة حصلت خارج القانون سواء من هنا او من هنا لكن ايه ازاي تضرب النار ده هندرب نعمل ايه طب نجيب المركب بتاعت الفين واربعتاشر نعرضها في الفين وسبعتاشر والناس حتصدقنا محاجة ياخد باله للمركب دي قديمة ايو 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 اه صدق ونجريها بسرعة ولا لا سيبها زي ما هي طب اقول لك الحاجة هات عربية قدام النادي ده بصوا جماعة وصل اللي هو الحاجات دي بتقلل من قيمة الاهلي وهيبتو بجد اللي هو يقول لك ايه جابين عربات بالميكروفونات وتقصها قدام النادي الاهلي بيقولولها انتخبوا فلان يعني انا لا اتخيل اللي حد يكون حتى بيقرأ حد تكون كده ولا اتخيل في الاعلام بيعلمنا الحياة دي يكون بيعمل ده ولا اتخيل اللي انت عشان اه 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 اهاجم حد اجدب حضراتكم الحكم شفتوا الصورة وشفتوا بالمناسبة كان تقرير كبير كان اهو قدام حضراتكم الصورة ما بتجدبش ومن البرنامج ولا بنجيب حاجة من عندنا وطلقوا طول الوقت احنا رد الفعل مش الفعل ولكن انتو عارفين وانتو فهمين اللي بيحصل وانتو كلكو يا اهلوية وعيين اللي بيحصل واتمنى الانتخابات دي تخلص عشان اللي احنا بنشوفه ده الواحد بجد حاس السبعة يام اللي فضله للتمانية دمهم بقى تقيل وحنشوف تقل الدم اللي احنا بنشوفه ده اكتر واكتر نروح شوف السندوق اللي بعد كده فيه منهم عاي التافه كده في قناة الاهلي بيوسيق لبنادي الاهلي ويوسيق لقناة الاهلي ويوسيق للإعلام الرياضي عاي لهطل كده سازج مسطح جاهل بيدافع عن ابو تريكا ليه لو النهار وانا قلت قبل كده كل من يدافع عن ابو تريكا فهو ارهاب يمسل قاعد بيأكل بيشرب بيقبض على قناة الحقيرة لو النهار معندوه الظر الدم انه يطلع حتى يعيش في بلد تانية انما لا هو بيأكل مال حرام كل قرش بيأكل ابو تريكا دلوقتي حرام وسعت وفي نهار جهنم ده ابو تريكا اللي فيه بعض الاعلامين بيدافع عنه وانا بأطالب الوسيح حمد كنيس نقيب الاعلاميين اذا كانوا هكي اعلاميين رادين جاهلة بيدافع عن ابو تريكا الارهابي لابد من النقابة تاخد معهم موقف لابد من النقابة انها تحلهم لانهم بيمرسوا جريمة علنية على الهواء وعلى الشاشة وفي البس المباشر من يدافع عن ارهابي فهو ارهابي ده ابو الارهابي ابو تريكا ابو الارهاب ابو تريكا ده ابو الارهاب ابو تريكا في كلام كتير موجود على النت وتقارير عن هادي خشبة وتوجهاته الإخوانية وشاركته مع بعض رموز الإخوان المطلوب بعد النهاردة المطلوب إننا أعرف من هو هادي خشبة ما حقيقته إذا كان متورط مع الإخوان ولا لا في مشاريع موجودة بفلوس الإخوان هل فيها هادي خشبة ولا لا المفروض نعرف كل هذه الحقيقة وعلى الإعلام الرياضي المصري إنه يزبط الوطني للوطن مش للقدم إعلام الرياضي المصري معظمه للأسف أنا بقول للأسف لا حس وطني ولما أعرفها بالتاريخ ولما أعرفها بالرموز في هذا البلد أنا بقول للأسف أنا مش عشخصا المواضيع أنت غلطت في حقي مش مشكلة هتجاوز ده لكن أنا هاخد لك من بداية الفيديو وحضرتك بتتكلم وهكلمك بأخلاقياتنا بالمناسبة مش هخرج عن النص لما بدافع عن زميل كان فيه مبيني ومبينه معسكرات وعش وملح وعدنا مع بعض أكتر ما عدنا في بيوتنا فده وسام على صدري لأن محمد أبو تريكا حانا بطولاته إنجازات كتير جدا جدا سواء المنتخب الوطني وإحنا بتشيرت عن مصر وإحنا بنعرق بتشيرت منتخبنا الوطن ومع النادي الأهلي بجمهوره العظيم حانا إنجازات وبطولات كتير جدا جدا فبالتالي يا فندم لما بدافع عن محمد أبو تريكا فده وسام على صدري بحكم العشرة السنين اللي أنا بكلم حضرتك عليه حضرتك بتوزع الوطنية على الجميع كل يوم وفي البرنامج لما بتبقى فاضي تفتكر أبو تريكا فجأة لما بتبقى فاضي بتفتكر هذه خشبة فجأة لما بتبقى فاضي تقعد تهجز التخجيص اللي أنت بتعمله وبعدين تغلط في الناس وبعد كده بتقول كلام صعب جدا جدا أكيد أنا مش هتجاوز في حق أحد ولكن اللي أنا عايز أقوله طلامة القضاء العادل طلع لي حكم المحكمة أقولك شابو القانون ياخد مجرى لكن لنت توزع الوطنية وغيرك يوزع الوطنية وغيرك يوزع الوطنية لأ إحنا بنحب مصر أكتر منك ومن لزيك ليه؟ لأن الوطنية كلكو تلونتوا بمليون ويش وكلكو مشيتوا يمين ومشيتوا شمال مش كلكو البعض أنا آسف أبعتذر عن دي البعض اللي راح يمين واللي راح شمال وعايز يرجع تاني فده مش طبيعي وده مش منطقي لكن اللي أنا عايز أقولهولك سأظل أدافع عنه حتى آخر لحظة على الهوى لأن حضرتك لو يبني الأصول ياللي ما بتفهمش في الأصول ده مش طبيعي اللي احنا فيه حتى على الأقل لما بحب أنقض أو يبقى فيه نجد بناء محترم اطلع بمستندات وتقول ورق القضاءة وفيه حكم عشر سنين حكم تلاتين سنة حكم أربعين سنة والخيبة القوية اللي احنا فيها اللي البي بيدرس إعلام تخيلوا كام شاب وشابة بيتعلموا من المنتاليتي والعقلية دي اللي ترجع ترجع البلد بأفكارها بأخلاقيتها أربعين سنة وإحنا عايزين نتقدم وبعدين أجل أقولك الحاجة يا جماعة الراجل ده عمال يكلمنا على الأخلاقيات والحقوق والوطنية وإزاي اللي أنت تحب الوطن أنا موافق طب أنا أقول لحضرتك على حاجة هو أنت مش فيه منتجة عايزة منك فلوس ومدتهاش فلوسها لغاية النهاردة من سبع سنين فاتوا وكل على الست فلوسها مش داعب ومش دا حرام واخد مقدمات لكن أنا مش هدخل في الجزئية دي لكن اللي أنا عايزة أقوله لك هي جملة واحدة أنت عايش في المجتمع مش عشان بتظهر على شاشة توزع الوطنية على الناس ومش عشان بتطلع على شاشة تنظر على الناس ومش عشان تطلع على شاشة تغلط في الناس أبو تريكا اللي مش عاجبك هو إرهاب الكلوب إرهاب الكلوب محمد أبو تريكا فرح مصر وفي يوم الأيام أنت والنوعية بتاعتك كانوا بيجروا وراه عشان يصوروا أولادهم معاه عشان تنزلها وتتحط في لحة الشرف عندك حاجة عندك مستند عندك قضية عندك حكم طلعوا على الشاشة طلع حكم على الشاشة مرة تانية وثالثة ومليون طلع حكم أنا ساعتها أقول لا إحنا في دولة قانون محمد أبو تريكا يحاسم لكن إعلام البروكة والجاكت اللي أنا لا ما ينفعش أقول عليه أي حاجة غير جاكت الغريب العجيب ما ينفعش أرد عليك أكتر من كده ولا ضيع وقتي ولا وقت جمهور النادي الأهلي نروح فاصل سريع ونرجع نكمل فقرات السندوق برحب بحضراتكم من جديد المخرجي قال لي حاجة لطيفة وجميلة جدا مخصوص الفيديو الأخير الأستاذ بكروري في فرحة بنت المزيع اللي كنا بنعرض الفيديو بتاعه من شوية وقال لك طلب من مخرجنا للعبة الأهلي تبقى موجودة والنجم أو فرح المخرج بتاعنا كان موجود هو في الفرح وقال له اللي لازم لعبة الأهلي وكابت المحمد أبو تريكي يبقى موجود ما أنا قلت لكم ازدواجية في المعايير ناس تكلمك عن أخلاقيات ما تعملش بيها وده اللي أنا قلته في أول الحلقة ناس تكلمك عن اندباط وما فيش اندباط ناس تكلمك عن أمور كتير جدا عن وطنية وبرى الهوى تقعد تنظر وتهاجم بلدها أنا بكلمكم بمنتال أمانة فعشان كده نروح نشوف كمان الساندول اللي بعد كده في إيه ونرجع على حضرتكم لا جامل السندوق أسود ده الحلم أصبح حقيقة على أرض الواقع وبتكلم على استاد وتجمع الخامس ده مهم جدا لما نشتغل في مشاريع كبيرة وضخمة لكل الأهلوية مين جاب ومين عمل ده واجب لكل الأهلوية فمن هنا بنتكلم على استاد في حاجات كتير جدا محترمة فيه هتلاقوا موجود داخل الاستاد البعض اللي بتكلم عليه في بعض النقاط السلبية أنا شرحت لكم كل حاجة مبارح مرت بالموضوع شرحت لحضراتكم للاستاد ما كانش ينفع يطلع للنور أساسا عشان قانون الرياضة لم يسمح ما كانش ينفع لأنت تستثمر وتعمل أمور كتير جدا في القانون الرياضة الأدين القانون الرياضة الجديد اللي ظهر للنور بتقدر تعمل استاد وبتقدر تعمل متحف وبتقدر تعمل أكاديمية كمان بتقدر تعمل مستشفى داخل بتقدر تعمل فندق بتقدر تعمل مطاعم بتقدر تعمل كل حاجة كويسة الصورة اللي قدام حضراتكم دي عشان تتعارض كده بتاخد شهور وبتاخد سنة ارجعوا المؤتمر الاقتصادي هتلاقوا توقيته فيه فرق سنتين القانون بقالوا دي موجود الكلام ده كله شرحته لحضراتكم والله فيه أمانة معاكم بنقول لكم الأمانة اللي حصلت عايزين بقى تروحوا للبرامج اللي عايزة تتوقع كل حاجة مين يقول لما شوف حاجة زي كده الوهلة الأولى المفروضة بقى أسعد أهلاوي في العالم الوهلة الأولى بقى أسعد أهلاوي في العالم لك لما تيجي تقول لي إيه ده 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 والنوعية دي من الاستداد ما نفعش تبقى موجودة عندنا يا عم انت أعلام فاهمين فيه استداد فاهمين فيها لاند سكيب فاهمين فيه نوعية الحجر اللي بيتبنى بيه فاهمين فيها طيب نروح للتجمع على الصورة الأمان حضراتكم الأرض موجودة لكل الحمد لله رب العالمين في مكانها تحفى تحفى وموجود فيها كل حاجة بيتمناها كل أهلاوي اللي من هنا هقدر يروح هناك اللي بيروح كل فروعنا كل الأهلاوية يروح هناك وتبقى فخور بدا اللي انت نقلة نوعية جديدة يبقى عندك فرع رابع اتاخدت اللي دي دعاية انتخابية الوهلا القول افرح افرح الأول ده ما جابوش حرفة عنها حرف افرح وانتقط بعد كده قول اللي عايز تقوله عشان اقول النواية هنا حسنة واقول النواية هنا جميلة وزي الفل وخلاص وعاست انتقط حاجة انتقط لكن مفيش كل حاجة وحشة كل حاجة سودة الأهلي مفيش 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 مبي كل حاجة وحشة تتحرك اه دي الأسماء موجود في الأسماء الدكتور مهند مجدي وبركز في الموضوع ده وامبارح كان موجود في المؤتمر يا أستاذ حامد كان موجود في المؤتمر يا أستاذ حامد عشان بس ايه اللي بيكتبه احنا مذكرين وبنشوفه وبنتبع كل حاجة عشان نوصل الصورة كلها لحضراتكم ومن وراها دولاب البطولات هو ده اللي يجي لازم ده وجبه يعمل ده وجبه وده ما فيش حد بيمني على نادي الأهل بحاجة ده وجبه واللي يجي يكمل المسيرة واللي قبليه تعب واكتهد هو ده اللي احنا بنقوله طول الحضرات عشان كده ده حلم النادي الأهل ان شاء الله يتنفذ على أرض الواقع لأنه عندنا فيه تفاصيل كتير جدا واتكلمنا فيها مع حضراتكم بارح وكمان فيه تفاصيل أكتر وأكتر هتسعد كل الأهلوية نروح نشوف كمان بعد كده استندول معنا فيه لازم نخلي بيننا واحنا بنخاطب رأي عام والناس بتسقف فلازم ناخد بيننا طب حضراتك بقالك سنتين يا باش مهندس بتعمل دراسات الاستاد وإحنا ما نعرفش هل معقول ان انت تتقض مع شركة وانت الشركة دي تزاب نفسها وتيجي وتقدم أروض ودفعت فلوس كتير جدا طب أنا قريت الميزانية ما كانش فيها فلوس دراسات الاستاد خالص كانش فيها أي إشارة لدراسات الاستاد بخمسين ألف ولا بمئة ألف وبعدين نفترض وهذا غير صحيح نفترض ان سعدتك بالفعل المجموعة بتاعت الكابت القطيب نجحت هتيجي والله لو مشروعك كويس وا 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 هنأدرب تعظيم واتفضل ايه المشكلة وهذا المشروع الحق اللي ما اسمعناش عنه خالص مفاجأة النهاردة نسمع عنه ونستسقف لا تفهم متاعي حدرك قبل ما تسقف لازم تفهم متاعي لازم تبقى عاما لازم تؤذن الكلام طيب انا مش هتكلم في جزئية استاذ تاني اتكلمت فيها قلتلكم المفروض كأهلاوي الوهلة الاولى اللي انا افرح وبقى سعيد لما المدل الاهلي كمان عمل ميزانية بل كده من سنتين نفس الكلام كان بيحصل او من ثلاث سنين ازا الرقم ده لأ مش مظبوط ونشكك فيه لكن الوهلة الاولى كأهلاوي والدعاء الاهلوية الطبيعي اي اهلاوي على وجه الارض فيه حاجة محترمة وكبيرة بنفرح وبعد كده نشوف بقى نفسص بقى الموضوع بقى ايه الخطأ اللي هنا لا ده مصحة بس اول حاجة بفرح ده ما بنشوفهوش طيب ايه كمان بتو شايفين ده ممنوع ممنوع تسقف سخرية من اعضاء الجامعية العمومية اعضاء الجامعية العمومية اللي مش عاجبين حضرتك اللي بيسقفوا هم دولة اللي بيجيبوا رئيس النادي الاهلي وبيجيبوا اعضاء مجلس الادارة وبيجيبوا امين السندوق دي وصلت اللي كمان حضرتك بتسخر بيهم عادي مش عاجبك اللي هم ما يسقفوا انا مش فاهم هو الاهلي ايه فكرة اللي البعض واصي عليه دي انا مجد مستغرب جدا واحد اقول مرة يشوف الكلام ده الناس بتسقف فرحانة من جملة بتقالت فرحانة من مشروع هيتعمل فرحانة من اي حاجة طيب هقول لحضرتك على حاجة هو فيه مطش جوا النادي بتزعبلاش الجماهير عشان الجماهير اساسا كده كده مش بتحبك همتكلمك بصراحة فخلينا نروح للأعضاء في مطش داخل النادي الاهلي و سقفه في جون حرام يسقفه لما الاهلي يجيب جون بصراح فمش فه ممنوع أعضاء الجماهير العمومية النادي الاهلي عاديين في ندوة انتوا بتسقفوا على اي حاجة انتوا بتقولوا اي حاجة اي حاجة تسقفوا من غير ما تفكروا كده حتى دول مش رح حضرتك حضرتك السيناريات هو ولا استهد ولا تجمع خامس ولا اي حاجة غير الدنيا سوداء وانا اتفهم وده اللي انا بنصحكم بي هل حضرتك بتشوفوه بنعرضو يخليك تول الوقت تتصدق اي حاجة تتقال اه في حاجات سلبية مفيش حاجة وردية علم الإدارة بتاخد قرار خاطئ وعلم الإدارة اللي بتعمل حاجة تغضب البعض وتصححها علم الإدارة الدنيا مش وردية ده طبيعي جدا عشان عشان تقوم عشان تاخد قرارات سليمة وعشان يبقى الاهلي لازم كل ده يحصل في علم الإدارة بس الشطارة والجدعانة اللي تبقى جوا البيت ويبقى فيه الاختلاف جوا البيت مش هتقال الكلام اللي احنا قلته في بداية الحلقة اللي احنا بنشوفه من هنا حتى عضاء الجامعية العمومية اللي هم جزء كبير من النادي الأهل مع جماهير وعضاء الجامعية العمومية هم اللي بيختاروا مين يوبى رئيس الأهل وعضاء الجامعية العمومية هم اللي بيقولوا مين ييجي عضو هم اللي بيقولوا مين ييجي أمين سندوق هم اللي بيقولوا مين ييجي رئيس نادي بنتريع عليهم ومش عجبنا عشان الكلام مش على هوا حضرتك فنتريع عليهم انت كل حاجة تسقفوا زي ما حضرتكو شفت انا ما جبتش برضو من عندي انا قلت لحضرتكو شوفوا الصورة وحكموا لان احنا بنرصد كل حاجة وبنعرضها لحضرتكو مفيش حد ترحم قناة نادي اعضاء جمعية عمومية تتكلم في مشروع تتكلم في تطوير لا ما طورتش قلبويا لحتى عيب اخلاقيا لاسم النادي الاهل الكبير وبعدين سبحان الله في كل الانتخابات محايد طرف مع طرف كل الانتخابات محايد طرف مع طرف كل مرة يتبنى فكر الطرف ضد طرف والطرف التاني يعيني بيموت الطرف التاني بيتحن والطرف اللي يتقايد مش هقول عشان ما تحسبش علي ما ليش دعوة يعني كفاية عايزين هدوء عايزين نسيب اللي عايز يسقف سيبه يسقف ولي عايز يضحك سيبه يضحك ولي عايز يعيط سيبه يعيط ولا دي كمان حتى الدحك عن اتدخل فيها بتاعتها حتى التسقيفة التسقيفة بتاعت اعضاء الجمعية العمومية كمان داخل فيها لا اله الا الله نروح اللي بعدك يتفضل اشتركوا في القناة ستاشر سنة بالي هنا تاخد الف ومية ستاشر سنة بالي أنا حتى 100 سنة بالي عشرين سنة باء عشرين سنة بقدي عشرين سنة يعني بأس وقت اللي ياسقي بياخد الف وسبتمائة جنيه ألف ومية يا أستاذي شهر سبعة جاي ده ليبقى تمنتاشر سنة تسعمية جنيه اهيه اهيه شهر سبعة جادة تمنتاشر سنة مرتبة تسعمية جنيه كسب عمل في الطوء بقاله تمنتاشر سنة انا بقاله تمنتاشر سنة احنادي الاهل وشهر يعمل تسبت بكده بقاله عشر سنة باخد تسعمية جنيه الصاف بتاعت تسعمية جنيه النص سواتي باخد ألف ستومية جنيه وظفتي عامل زراعة تمام فعندك المص سواء بياخد أمس وستومية جنيه ازاي دي وحنا بقاله تمنتاشر سنة وعشر سنة بياخد تسعمية جنيه وحن نتش17 countries اللى عشر في المية ما جات لناش زيادة الدولة عشرة الفاتت عالسنة الفاتت منذفلق ناش Sommer warnings ظلمت ناس ورنزش فتنة نصفت الناس اللى هم متعينين في الدات نا في الاكلة؟ انا بقالي في النادي ان vert 99 سنة انا زيتاش زيادة之後 والنص وحظة shore 10% زيادة نزلت السنة اللي فاتت قالوا لنا ما تكون زيادة اللي هي زيادة الدولة اللي بياخده كل المؤسسات العكومية الخاصة الخاصة ما نزلتينيش وقالوا لنا السنة اللي فاتت نوص وقت مشاشر نزل لكم عشان تقول زيت هجتلكوا اي كلب والسنة دي بيقول برضو كعايزين يأكلوها علينا مش عايزين يطونا اللي 10% بتاعت زيادة الدولة وانا قامت قدمت بك وانينا خمس نشر لنا خمس نشر متأخرين وكفاءة شعر رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير والشعر أفراكية وسندوق عاملين خمس نشر خمس نشر متأخرين ممكن الناس كتير ما تفهمش معنى الفيديو ده هلخص سريعا ومش هدخل في تفاصيل اكتر من اللي أنا هقوله ان نفس الاعلامي ظهر وقبل ما اقول معلش في حاجة فاتتني بلعبة الفيديوهات مش لعبتك لو سمحت فما تقعدش جي فيديوهات تريعا عن الناس عشان معنا اكتر من 1200 فيديو كتير جدا وحاجات كتير بالأمانة بكلمكم بصراحة فخلينا ندخل في الموضوع الفيديو ده الاعلامي اللي حضراتكو في الصورة وكان في الفيديو اللي فات تلع وقال العمال محدش لي حاجة وليهم 3000 جنيه وفي احد البرامج الاسبوع بياخدوا كلهم مرتباتهم 3000 جنيه قال كده الكلام ده من خمس سنين وقال أقل واحد بياخد 5000 جنيه فأنا برد على حاجة الاسبوع اللي فات في البرنامج عنده وقال لك أنا احتويت العمال ووقفت جنبهم ومحدش حللهم غيري ورحت فضيت الاعداء اللي كانت موجود في النادي انا جبت لحضرتك العمال وجبت الكل اهلاوي يتفرج الحقيقة كانت ايه تلع افتارة على الناس ايضا العمال ومن هنا الرجل طلع وراءت وقال لك أنا الكلام اللي بشوفه ده كده ده من موقع كايرو كورة اللي انا مش احنا اللي عملنا الفيديو ده اعتقد كان اسمه اهب محروس اللي عمل الفيديو موجود وهو الرجل مصور الكلام ده كله عارفين ايه اللي حصل اللي الناس استصاروا اكتر وكانت حالة غضب شديدة وراح اوقفوا زي ما انتم شفتوه بسبب الظلم اللي تقال في الاعلام والراجل مساكلوا الورقة انا مرتبي بعد كل حاجة بيوصل 900 جنيه وانت ما بتقولش الحقيقة نروح نشوف اللي بعد كده في ايه او الصورة اللي معانا عايز اشوفها لان الصورة دي مهمة جدا فضل ده برضو بأكد على كلامي عشان مصدقية البرنامج امام كل مشاهد بيتفرج علينا بنحترم وبيحترمنا وعايز يسمع الحقيقة وعايز يسمع الدنيا فين كلها ده دورنا نتعب وندور ونجيب لك وحضرتك الحكم ده الحاج محسن تنطوي صديق عزيز وداخل انتخاباتنا دي السيد نجيب سويرس كان موجود عنده مبارح والرجل كتب توتاها لا او من فترة لا محسن تنطوي صديق العمر والعائلة تربيت في بيتها التي تربيته في بيتها وخريج المدرسة الألمانية المجتهد والأمين وسأدعمه وأيضا هو والنادي انا عرضت الكلام ده مبارح وبأكده النهاردة في فقرتنا هو الحاج محسن أو المنص محسن تنطوي لو نجح يبقى كده عشان بيدعمه يروح يشتري نادي السيد لا ده كده هو بيفكر في الأندية ده خطر يعني لو راح اليوبلس بكرة يبقى هيشتري اليوبلس ولو بالمنطق ده فحضراتكم كل راجل أعمال ليه صاحبه راجل أعمال راحوا اشتروا كل الأندية يبقى مش هلاقي أندية خالص كفاية نضحك عالناس وكفاية نفكر التفكير اللي هو ليه أغراض وغرض ومرض والكلام ده كله الأصدقاء بيزوروا بعض بيقفوا جنب بعض ده بيقول أنا عايز فلان ده بيقول عايز فلان عادي جدا 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 كفاية النواية اللي هي بتاخدنا لطريق مش لطيف خلينا نحترم رجال أعمالنا وخلينا نحترم رموزنا وخلينا نحترم إدارتنا وخلينا نحترم ولادنا للأخ كمان اللي من شوال أنا عرضته لأن الكلام كان مستفز لكن مش عايز أخد من وقت حضراتكم من وقت كتير لأن ده هو ده اللي احنا تعلمناه واللي يغلط فأي حاجة فأي مجال احنا في دولة قانون هو ده اللي أنا بقوله لحضراتكم طول الوقت نشوف آخر صندوق معانا في إيه ونرجع لحضراتكم أرجو أن احنا نتعلم من ناس اللي سبقونا ولازم نفهم يعنيه نادي الأهلي ويعنيه أخلاقيات ويعنيه نظام يعني اللي عايز يهاجم النادي الأهلي يهاجمه جوه البيت ويهر رأي ويجري الحلول بس جمهور لي حق بس جمهور لي حق بس جمهور ما الناس عارفة كل حاجة ونشرحوا لي الناس لكن هل أنا قدر هاجم المكان اللي رباني ويقبرني لا يمكن ممكن هاجمه من منطلق أني مصلحته يعنيه ما هاجموش حضرتك ليك وجهة نظر الجوه أقولها زي ما نعيش أنه ما هاجمش على الصحافة وفي الإعلام وكلام ده ده اللي أنا تربيت عليه في النادي الأهلي واللي احنا تربينا عليه في النادي الأهلي سهل جدا نطلع وأقول أي حاجة فأنا أعيش في دور البطل يعني لأ أنت عندك هاجم جوه وحافظ على البيت اللي كبرك وربات وخلاك تطلع في التلفزيون كلنا اللي عايز يهاجم يهاجم جوه البيت وحافظ على البيت أهم حاجة لأن الناس عندنا برضو فيه البعض يعني البعض مش عايز يقوله كل إن فيه ناس فهمة وناس وعية وناس يعني عارفة النادي الأهلي يجب أن احنا في المواقف الصعبة نقف جنب بعض لمصلحة النادي الأهلي الأول الأخير لأنك أنت موجود النهاردة بكرة مش موجود لكن النادي الأهلي هو اللي بقى ده كان كلام الراحل عن علامنا الصعب جدا والرمز من رموز النادي الأهلي الكابتن ثابت البطل سبحان الله كأنه شاف حلقة مبارح وعايش معنا الكلام ده قاله من إمتى من سنين طويلة وأتمنى الكل يعمل بي ما تحب تختلف تختلف جوه البيت ومنفعش تطلع بره البيت وكل حاجة جوه جدران النادي الأهلي لأن الأهلي خيروا علينا كلنا الفيديو ده الفيديو ده درس الواحد بيتعلم منه كل يوم وهفضل أعرضه كل حلقة قالك ما هتروحش تطلع في كل ما هتطلع يهاجم في الإعلام تهاجم بيتك الله عليك يا راحل يا عظيم كنت عايش وسطنا لغير آخر دقيقة حب وعشك وإخلاص للنادي الأهلي بدون أي حاجة كلمتك يا كابتن سابت الله يرحمك وبحيي أسرة الكابتن سابت على الهوى كلامك والكلام ده لازم الكل يسمعه ولازم الكل يعي اللي النادي الأهلي خيره على الجميع ومش الأهلي اللي يطلع له حد بالورقة والقلم ويقضي حسب رئيسه مش الأهلي اللي نمسك له سدي مش الأهلي اللي نمسك له مجلات ومجلدات الكلام ده ما بيحصلش في النادي الأهلي مش النادي الأهلي اللي بنشوف نعري ولادنا في في الانشطة الرياضية مش النادي الأهلي اللي نتكلم عليه ونقول ده تعب وده ما عملش ولا ده كأنه قاعد وده مش عارف قراراته والكرسي واسع والكرسي دايق مش ده الاهلي ومش ده اللي بيخلي هبت الاهلي موجودة الكلام ده بيخلينا زي غيرنا اللي بيشوف الاهلي طول الوقت حلم وبيشوف الاهلي حاجة كبيرة لما بيلاقي الكلام ده بيقولك أنا بقى زي زيه بقى زي زيه والله 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 تاني ما بيجيب النجاح وبيجيب كل حاجة كويسة تحترم السابق وتحترم اللي جاي وتحترم اللي موجود الله يرحمك يا كابتن سابت كان أحلى حاجة نختم بيها حلقتنا النهاردة وأكيد هختم زي كل يوم المجد كل المجد اللي شوها ده الاهلي تزوحوا لألف خير واسبكوا مع الأهلاوي عارف كيانه هو مين موسيقى موسيقى موسيقى